رحيل الفنان القدير رابح درياسة إن لله وإن إليه راجعون توفي صباحة اليوم الجمعة الفنان الجزائري القدير رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما في مسقط رأسه في البوليدة والفنان الراحل رابح درياسة مغني ومؤلف موسيقي وملحن وكاتب كلمات أذى الكثير من الروائع الجزائرية الأصيلة خاصة الطابع البدوي والفن الملتزم وولد الفنان الراحل رابح درياسة في جوليا من العام 1934 بولاية البوليدة ليبدأ مشواره الفني في العام 1953 فغنى للوطن والحب والجمال والأغنية الحكيمة ومن أشهر ما أدى أغنية الممرضة نجمة قطبية الجمري التي يسرد فيها أبرز مناطق الجزائر لتكون على رأسها عدة أغاني وطنية منها يحيى ولد بلادي وآن جزائري رحل رابح درياسة لنفقد بذلك علم من أعلام أغنية الجزائرية رحمك الله وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة